اشتركوا في القناة عبداللطيف الحموشي بوسام جواقة الشرف بدرجة ضابط من قبل فرنسا تحدد موعده نهاية سبتمبر المقبل من خلال الزيارة المبرمجة للرئيس الفرنسي فرنسو هولندا للمغرب التوشيح الفرنسي وبالخصوص من قبل رئيس فرنسو هولندا وبأرفع وسام تمنحه الجمهورية يأتي تصحيحا واحتضارا لخطأ ديبلوماسي في حق المغرب من خلال حادث الاستدعاء المتهور لعبداللطيف الحموشي بمقر السفارة المغربية في فبراير 2014 وبناء على ذلك يشكل التوشيح خطوة فرنسية على أعلى مستوى لإعادة الاعتبار للمغرب ولجهات الاستخبارة المغربية ممثلا في شخص مدير الديستي ولتأكيد الدور الحيوي الذي يقوم به المغرب في الحرب على الإرهاب وكان التوشيح مقررا يوم أمس نثلتة بمناسبة العيد الوطني لفرنسا مما جعل اللوبي المناهض للمغرب في فرنسا يعود إلى تحركاته المفضوحة في محاولة يائسة لتخريب كل المسالك في العلاقات المغربية الفرنسية التي يأتي التوشيح ليكرس متانتها وتكتسي بعدا استراتيجيا بين الرباط وباريز وتأتي تحركات هذا اللوبي الفرنسي في ظل الدفء الذي عرفته العلاقات المغربية الفرنسية وتطورات هذه العلاقات الأخيرة التي أعطت أكلها في مجموعة من المجالات نستمع للخبير الاستراتيجي محمد بن حمو في تصريح لقناة شوف تيفي والدور المكانة التي للمغرب أعتقد أنها أكبر من أن تسمح لهؤلاء بإدخال هذه العلاقات في أزمة جديدة ولكن تعودنا أن هذه اللوبيات تخسر معارك ولكنها للأسف لا تيأس من العودة أعتقدنا أنه داخل داخل فرنسا هناك طيار يعني سياسي أو على الأقل يعني بعض الأبراط أو بعض الأجنحة داخل بعض الطيارات السياسية اليسارية التي لها لدى فئة خليلة منها لدى فئة خليلة منها نوع من العداء التاريخي للمغرب ونوع من الموقف السلبي من المغرب منذ عقول يعني منذ ستينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي وتمانينيات القرن الماضي ولكن في نفس الوقت يعني أعتقد أنه هذه الأطراف أو البعض من هذه الأطراف له تخاطعات مع جهات مع جهات أخرى منوئة للمغرب وأعتقد أنه يعني دور الجزائر من خلال بعض النقب من أصول الجزائرية وحضور الجزائر داخل بعض المحافل بالأساس له دور سلبي في اتجاه الدفع بهذه العلاقات بالعلاقات المغربية الفرنسية إلى حالة عدم الاستقرار أصبح إذن لزاما على المغرب وأفرنسا التصدي لهذا اللوبي الفرنسي الذي اتقف ورأه جهات خارجية معادية للمغرب ولمصالحه فالعلاقات المغربية الفرنسية باتت أكثر أهمية للبلدين بل ووجب عليهم تطويرها إلى أبعد نقطة ممكنة تمتم في رعاة الله وإلى فرصة قادمة بحول الله قبل أن تخرجوا تابعوا في الشيطاتنا على يوتيوب ومشاركوا في التعليقات في التعليقات ولا لا تنسوا التعليقات وإلا بغيتو تشوفو شاشة تشوف تيفي أنسامبل كليك في هاد البوتان وما فيها بس إلا خليتوشي تعليق تعبرو في على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقاداتكم